الرشقات الصاروخية والمسيرات تفتتح العام الجديد على القوات الامريكية المتواجدة في القواعد العسكرية كما تقول الفصائل وتنفي ذلك الحكومة بعدم وجود غير المستشارين العسكريين وبوتيرة اعلى سيكون التصعيد في الايام المقبلة مع انتهاء مهلة الفصائل لخروج القوات الامريكية والتي يبدو انها مستعدة لذلك لعدم قناعتها بعملية الانسحاب اواخر العام الماضي المقاومة وتنسيقتي المقاومة اعلنت انتهاء العطوة انصح التعبير المدة انتهت وكانت الليلة طلب هناك طلبة وساطات ان تكون الليلة في ليلة رئيس السنة غير داخلة وعطت يومين او ثلاثة والان تعرف اربعة واحد بدأت العمليات لذلك الايام القادمة ستشت العديد من العمليات التصعيدية التي تقوم بها تنسيقية المقاومة والفصائل المقاومة لانها اعلنت وتعهدت امام الشعب العراقي وامام دماء الشهداء انهم لن يبقوا اي جندي محتل في العراق ولا في المنطقة اصلا جويا وبريا تتكرر الهجمات وتزداد لكن المستجد فيها التقنيات المستخدمة بالتصعيد بادخال صواريخ ومسيرات جديدة على خط استهداف القواعد هذه الضربات حقيقة وهذه العمليات قد تعيق من عملية اتمام عملية استقرار الوضع في البلاد لذلك يعني صباح هذا اليوم استخدم صاروخ اس 240 وهو لأول مرة يستخدم ويوم امس استخدم صاروخ او يعني غازة فور وهذا ايضا لأول مرة يستخدم بمعنى ان هناك يبدو ان هناك تقنيات جديدة تم ادخالها على عملية القصف والضربات الصاروخية او حتى الهجومات اللي تتم بواسط المسيرات لذلك اعتقد مثل هكذا ضربات ستقض مضجع الوضع الامني وتعيدنا الى المربع الأول تضم قوات عراقية لا غير تؤكد الحكومة العراقية ورئيس الوزراء الذي اعتبر ان هذه العمليات تعكر صفو الامن والاستقرار ولا وجود لقوات امريكية داخل الاراضي العراقية بعد انسحابها بموجب الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية